هذا وتأتي زيارة جلالة العهل المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد إلى مملكة الأردن الشقيقة لتؤكد أن البحرين قيادة وحكومة وشعبا تقف قلبا وقالبا مع الأردن في مواجهته للإرهاب الذي حاول النيلة من مواطنيه هذه زيارة وما تحمله من دعم تأتي توتويجا لعلاقات تاريخية وطيدة بين البلدين الشقيقين تطورت وازدهرت بمرور السنين زيارة هي ليست الأولى على صعيد اللقاءات الأخوية المتبادلة بين العاهلين ولكنها تحمل هذه المرة بعدا أكثر عمقا وصلابة حيث تأتي زيارة جلالة الملك المفدى إلى المملكة الأردنية الشقيقة لتؤكد أن البحرين قيادة وحكومة وشعبا تقف قلبا وقالبا مع الأردن في مواجهته الإرهاب وأنها ستقدم كل عون ممكن لا سيما قواتها المسلحة دفاعا عن التراب والشعب الأردني من جهة والدين الإسلامي من جهة أخرى والذي تحاول فئة الدين منها براء اختطافه والنيلة منه وفي ذات الوقت فهي تعكس الموقف الثابت والراسخ للبحرين في مكافحة كافة أشكال الإرهاب أيا كان منبعه ومصدره خاصة إذا كان يهدد أمن واستقرار دول يربطها محيط عربي وإقليمي واحد في ظل الدعوة الدائمة من المملكة لتبدن العدل والتسامح والاعتدال منهاجا وأساسا إنسانيا للتعامل إذن فهي علاقة ليست وليدة اللحظة والظروف بل هي علاقة ضاربة بجذورها عمق التاريخ أرسد عائمها القادة الأوائل وسار على النهج من كان خير خلف لخير سلف وهو ما يجسد عمق العلاقات بين الولدين التي جاءت لتترجم على أكثر من صعيد أولها قرب أخوي وودي وثانيها رؤى مشتركة ووجهات نظر موحدة إزاء مختلف الملفات الإقليمية والدولية إن هذه العلاقة الفريدة خلقت عمقا استراتيجيا واضحا استمر ونمى دون توقف ساهمت به المملكتان منذ القدم فما زالت البحرين تستذكر الدور الذي قامت به الأردن في تأسيس قوة دفاع البحرين منذ الانطلاقة الأولى وفي المقابل لم ولن تتردد البحرين يوما في دعم الأردن على كافة الصعد وفي كافة المجالات خاصة حين يتعلق الدعم بأمن واستقرار البلدين فمثلما وقفت البحرين مع الأردن عام 2005 في مواجهتها الإرهاب الذي طالها في تلك الفترة كذلك فعلت الأردن عندما واجهت البحرين أحداثا عام 2011 واليوم تعلنها البحرين مجددا حين تأتي هذه الزيارة الميمونة لجلالة الملك المفدى لتحمل معها مشاعر ومعاني تعتز بها البحرين قيادة وشعبا تشد بها أزر بلد شقيق وعزيز في مواجهة آفة الإرهاب التي لن يكتب لها الاستمرار بإذن الله باتحاد المترجم للقناة